اشتركوا في القناة ولا تفرقوا باعتصام بالقرآن وكذلك السنة قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فالكتاب والسنة هما الذين تحصل بهم العصمة من الاختلاف وهما الذين يجمعان بين القلوب ويورثان المحبة بين المسلمين نعم ترجمة نانسي قنقر